أفتي بها ولكن أنا أشخص الواقع أنا أشرح أن هناك مشكلة وبالمناسبة يعني ظهر من كلامنا في أكثر من مناسبة أن المشكلة فقط في السعودية لا لا هي ليست في السعودية فقط وإنما نركز أحيانا عليها لأننا نعلم أنها قبلة المسلمين الأولى نعلم أن إعلان المملكة العربية السعودية ستتبعه دول وملايين ولذلك أحيانا نركز ولكن بالمناسبة لا مشكلة موجودة في بقية معظم دول العالم الإسلامي بالمناسبة هذه الأخطاء التي ذكرتها للمملكة هي تقريبا نفسها لمعظم دول العالم العربي والإسلامي ربما مصر ستكون أفضل بقليل الجزائر ربما تكون أفضل بقليل الأردن ودول الخليج باستثناء سلطنة عمان ستكون تقريبا متطابقة ربما أستثني فقط من دول العالم العربي فقط سلطنة عمان والمملكة المغربية أذكر في إحدى المرات قمنا بتقييم نسب الخطأ في المملكة المغربية منذ عام 1984 لعام 2007 لم نجد خطأ واحد هذا هو بيت القصيد كما يقولون ما الذي يجعل هذا البلد دون غيره تخف فيها الأخطاء وتنتصر فيه الأشياء الصحيحة ما الذي يجعل أنت فلكي سؤال ممتاز سؤال جميل نعم نحن عندنا تجربتان الآن في العالم العربي لابد الإشادة بهما تجربة سلطنة عمان وتجربة المملكة المغربية هاتان الدولتان إذا أحصينا أو أجرينا نسبة للخطأ فيهما أعتقد ستكون صفر إن لم تكن قريبة من الصفر ستكون صفر الحقيقة المغرب والوزلطنة عمان اعتمدت منهجين مختلفين ولكن بالنهاية أدى إلى نتيجة واحدة وهي البداية الصحيحة أما في المغرب هناك أكثر من 200 لجنة رسمية متخصصة لرصد الهلال ولا تقبل الشهادة إلا من قبل هذه اللجان فقط وهذه اللجان مدربة ويشارك فيها الجيش وهناك اهتمام كبير بعملية تحري الهلال هذه الطريقة الأولى لجان رسمية مدربة معتمدة تابعة للدولة هي من تقوم بتحري الهلال من إذا شخص أراد أن يتحر أهلا وسهلا ينضم لإحدى هذه اللجان هذه هي التجربة المغربية وأدت إلى نسبة أخطاء تكاد تصل إلى الصفر التجربة العمانية إذا أردنا النظر لها هي استفادت أكثر من علم الفلك تدعو عامة الناس لتحري الهلال لكن إذا جاءها من يشهد برؤية الهلال وكانت الحسابات تؤكد أو كان العلم بشكل عام والفلك بشكل عام يقول أن هذه الرؤية غير ممكنة حتى وإن غاب هنا المشكلة حتى وإن غاب القمر بعد غروب الشمس وقال علم الفلك أن هذه الرؤية غير ممكنة ترد في سلطنة عمان لا يكتفى يعني بالمناسبة ليس فخر عظيم اليوم أنه لم يعلن أحد أنه غدا هو أول أيام شوال يعني أين الفخر بأننا لم نرى هلال غاب قبل الشمس بنصف ساعة يعني ليس إنجاز عظيم أن السبت لم تعلن أي دولة حتى الآن وأعتقد لن تعلن أي دولة مش هنا الإنجاز الإنجاز أن نبدأ الشهر أصلا من البداية برؤية صحيحة إن اعتمدنا الرؤية شرطا للبداية الشهر ربما هناك فقهاء رأيهم غير ذلك ولكن إن اعتمدنا الرأي الفقهي القائل بضرورة رؤية الهلال لبدء الشهر إذن فلنبدأ الشهر بناء على رؤية صحيحة أما أن اليوم نحن فخرين أننا لم نعلن أنه غدا وأن هناك توافق ويبدو انسجام بين الفقاء والفلكيين اليوم هذا هو الشاذ للأسف معظم الأحيان للأسف هناك خلاف وبداية رمضان ليست إلا أدل على ذلك الخلاف شكرا